اشتركوا في القناة دافعت عنه بناجدي وبمخلبي في هذه الحالة إذا دلت على الضرف وتضمنت الشرطة فما إعرابها إذا؟ تعرب على النحو التالي ضرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرطة خافض لشرطه متعلق بجوابه مبني على السكون في محل نصب على الضرفية وهو مضاف والجملة بعده نزل البلاء بصاحبي في محل جر مضاف إليه الآن لاحظ معي قول الشاعر مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي إذا البواخر لاحظنا في البيت السابق إذا إذا وقد ورد بعدها فعل ولكن في هذا المثال ورد إسم البواخر فما إعراب الإسم الوارد بعد إذا الضرفية الشرطية يعرب على النحو التالي فاعل مرفوع لفعل محدوف وجوبا يفسره الفعل بعده وتقدير الكلام إذا رنت البواخر رنت لأن إذا اختصاصها الجملة الفعلية لاحظ معي الآن إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا دائما هناك إذا الضرفية الشرطية ورد بعدها إسم وهو الجود ولكن في البيت السابق الفعل رنت مبني للمعلوم ولكن هنا لم يرزق مبني للمجهول وبالتالي فما إعراب الجود إعرابها هو كالتالي الجود نائب فاعل وليست فاعل مرفوع لفعل محدوف وجوبا أن يفسره يفسره الفعل بعده وتقدير الكلام إذا لم يرزق الجود لم يرزق الآن لاحظ فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء إذا هنا لا هي ضرف ولم تتضمن الشرط وبالتالي فليست هي إذا الضرفية الشرطية وإنما هي حرف أعد مع القراءة فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان فإذا الطوفان إذا هناك مفاجأة وبالتالي فما إعراب إذا في هذه الحالة تعربوا على النحو التالي حرف فجائي مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأن الحروف لا محل لها من الإعراب الآن لاحظ استنصحت فلانا إذا طلبت نصيحته نصيحته وقعت إذا هنا بين جملتين استنصحت فلانا طلبت نصيحته لنرى ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية فالجملة الثانية فسرت ما قبلها لأن استنصحت بمعنى طلبت النصيحة في هذه الحالة ما إعراب إذا تعرب على النحو التالي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب هناك حالات أخرى ولكن سنحاول تلخيصها في هذا الجدول التوضيحي فلاحظ معي عزيز الطالب إذا تكون ضرفية فتتضمن معنى الشرط أو تكون خارج عن الشرط الآن ما بعدها يليها فعل وهذا هو الأمر العادي يليها اسم فيعرب فاعل أو نائب فاعل بالنظر إلى الفعل يعرب ما بعدها توكيد إذا كان هناك ضمير وعد معي إلى قول الشاعر إذا أنت لم تشرب مرارا على القدا ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه الآن تكون حرفية فتدل إما على المفاجأة فهي حرف فجائي وإما تدل على التفسير فهي حرف تفسير والآن انتقل معي إلى إد لاحظ لاحظ قول الشاعري كنت طفلا إذ كنت طفلا وتغدو حين أغدو شيخا كبيرا أدرد كنت طفلا إذ كنت إذن هنا إد حاول أن تعوضها بضرف آخر فما هو يا ترى إنه حين هل دلت هنا على الماضي أم المستقبل دلت على الماضي وبالتالي ما هو إعرابها تعرب كما يلي ضرف لما مضى من الزمان بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف دائما الجملة في محل جر مضاف إليه وهي جملة كنت طفلا كنت طفلا الآن لاحظ معي قوله تعالى رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا هنا إِدَّة وَرَدَتْ بَعْدَ ضَرْفٍ وهو بعد وبالتالي فما هو إعرابها إعرابها كما يلي ضرف لما مضى من الزمان مبني مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وهو مضاف دائما الجملة بعده في محل جر مضاف إليه وهو جملة هديتنا الآن انظر إلى قول الشاعر دائما بَيْنَمَا نَحْنُ فِي أَمْنٍ وَفِي دِعَةٍ إِدْ جَاءَنَا مِنْ رَسُولِ الظَّهْرِ إِعَادُوا لاحظ بداية البيت بَيْنَمَة قال بَيْنَمَة في هذه الحالة تعرب إِدْ كما يلي حرف فُجَاءِ مبني على السكون لا محل له من الإعراب وكيف نعرف دلالتها على المفاجأة إذا وجدت بَيْنَا أو بَيْنَمَا لاحظ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِدْ ذَارَنَا ضَيْفٌ إِذَا فَهُوَ حَرْفِ فُجَاءِ الآن لاحظ قول ابن خلدون إِعْلَمْ أَنَّ فَنَّ التَّارِيخِ فَنٌّ غَزِيرُ الْمَدْهَبِ جَمُّ الْفَوَائِدِ قَنَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِدْ هُوَ يُوقِفُنَا عَلَى أَحْوَالِ الْمَاضِينَ مِنَ الْأُمَمِي إِدْ دائماً توجد إِدْ لاحظ معي اعلم أن فن التاريخي فنٌ غَزِيرُ الْمَدْهَبِ جَمُّ الْفَوَائِدِ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يوقفنا وبالتالي فإذ حملت معنى لام التعليل فهي تفيد التعليل فإعرابها على النحو التالي حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب إذن استعرضنا فقط بعض الحالات هناك حالات أخرى وقفت عندها في الدرس مع أستاذك في القسم وإليك هذا المخطط التوضيحي للزيادة في الإضاحي إِدْ دَرْفِيَّ حرفية حينما تكون ضرفية دلالتها للماضي أو الدلالة للمستقبل في الدلالة للماضي لها أربع حالات إعرابية الحالة الأولى بمعنى حينة الحالة الثانية مضاف إليه إذا وجدتها بعض الضرف الحالة الثالثة مفعول به للفعل أذكر الحالة الرابعة بدل للفعل ودائما مع الفعل أذكر ولكن على شرط أن تحتوي الجملة على مفعول به مثل قوله تعالى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَةِ إِذْ إِنْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا الآن تكون حرفية فإما هي حرف فجاء إذا ما وجدت بين أو بينما وهي حرف تعليل إذا دلت على معنى لام التعليل والآن نمر إلى إذا وحالتها أسهل لاحظ معي قول الشاعري إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيبي قال إذا والله نرميهم بحرب فهنا إذا دلت على الجواب والجزاء ثم عملت النصبة نرميهم وبالتالي فإعرابها هو كالتالي حرف جواب وجزاء واستقبال ونصب يعني أنها عملت النصبة ولكن هذا النصب بشروطة فقد جاءت في صدارة الكلام أي في بداية الكلام دخلت على فعل مضارع يدل على الجواب والاستقبال لم يفصل بينها وبين فعلها فاصل إلا القسم وهو أمر جائز الآن لاحظ قول الشاعري نجمة إسرائيل فوق المئدناء فمن إذا يا وطني ينهض للصلاة وردت هنا إذا لنرى ما هو الاختلاف بينها وبين إذا السابقة دائما دلت على الجواب ودلت على الجزاء ولكن أين يكمن الاختلاف أنها في البيت السابق عملت النصبة فهي من نواصب الفعل المضارع أن لن كي إذا ولكنها هنا لم تعمل ولم تنصب لماذا لم تنصب لأن الشروط التي ذكرناها سابقا لم تتوفر هنا فهي لم تأتي في صدارة الكلام واحد معي ولم يليها فعل مضارع دال على الاستقبال أو الجواب ولا شيء من هذا القبيل وبالتالي فإعرابها على النحو التالي حرف جواب وجزاء واستقبال لا عمل له لم ينصب الفعل المضارع فقد بطل عملها وبهذا نخلص إلى النتيجة التالية إذا بين أمرين الأمر الأول حرف جواب وجزاء واستقبال ونصب إذا أدت هذا العمل وتوفرت الشروط السابقة الدكر ثانيا أنها مجرد حرف جواب وجزاء لا عمل له وهذا إذا لم تتوفر الشروط السابقة الدكر إلى هنا يأتي درسي إلى نهايته وأتمنى أن نكون قد أفدناكم فكونوا معنا في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر